دكتور وإحنا بنتحدث عن فكرة الإنفاق والإنفاق بسخاء أيضا في هذا الشهر علشان أجني أكبر قدر ممكن من الثواب فيه برضو عندنا ذكاة الفطر فيه بعض من الأشخاص يعني بيتكاسل في خلوج هذه الزكاة يعني لحد صلاة العيد فهل ده يجوز أم لا يجوز لأن فيه برضو رأي آخر بيقول اللي أنت تطلعها من أول يوم رمضان لحد آخر ليلة في رمضان هو طبعا فيه آراء فقية مختلفة لكن فيه جملتها أن زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة وزكاة الفطر مفروضة على جميع الناس الأغنياء والفقراء ولعلك تجد يعني أن مقدارها ضئيل جدا يعني صاع من شعير أو من طامر أو كذا والقيمة في حدود 15 جنيه بحيث يستطيع أن أي إنسان يستطيع أن يدفع حتى الفقير الذي لا يملك شيء وهيأخذ زكوات من الناس يدفع منها الزكاة حتى يتعود أيضا على العطاء يعني لا يتعود على الأخذ بشكل دائم بل يتعود كذلك على العطاء فمزكاة الفطر جعلت طهرة للصائم لأن يعني ما يسلمش الأمر إن إنسان يخطئ خطأ يغلط غلطة كذا في صيامه فهذه الزكاة تطهر الصائم وتكون سبب في رفع أعماله وفي قبول صيامه إن شاء الله تعالى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر